بعد أكثر من عام على فوز مرشحها بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية في مصر حضرت القاهرة جماعة الإخوان المسلمين من ممارسة أنشطتها وجمدت أموالها الحملة ضد الإخوان تكثفت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو تموز الماضي إيان ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بالإخوان المسلمين على أرض الواقع حاليا الإخوان المسلمون سيستأنفون هذا الحكم وخلال هذا الاستئناف سيتمكنون من ممارسة نشاطاتهم بشكل طبيعي حتى صدور حكم آخر وقد خاجت الجماعة بقوة ضد هذا الحكم لشجبه وصفة إياه بغير القانوني مضيفة أنها مؤامرة سياسية ودوافعها موجهة ضد الإخوان المسلمين وقالت أن هذا لن يمنع أنصارها من خروج إلى الشوارع رغم أن القرار يحل المنظمة وقد يتم مصادرة جميع ممتلكاتها كذلك وهذه ضربة كبيرة أخرى للإخوان تحصل على المستوى إذا كنت سيكون مددًا وكذلك وهذا سيكون هناك أمور جدًا للإخوان المسلمين شكرا